تلك النفس وما سواها أكرمها ربي وهداها فيها أسرار لا تحصى عقلك بالإعجاز يراها تبحر في الآيات وتسمو والقلب يسامر نجواها تبحر في الآيات وتسمو والقلب يسامر نجواها قرهانك بالذكر تجلى أحرسها من زيف هواها النفس الأطهر والأزكى ألهمها المولى تقواها النفس الأطهر والأزكى ألهمها المولى تقواها فاسمع يا هذا وتفكر إن ترجو بالخير ألهمناها تعالى وبركاته وبعض قلنا في حلقات سابقة إن كتاب الله عز وجل يحوي بين طياته يعني الإعجاز كله في اللفظ وفي الجملة وفي المعنى الإعجاز اللغوي الإعجاز التشريعي الإعجاز العلمي الإعجاز السرد القصصي أضرب لكم مثالا هامان هذا شخصية خطيرة ذكرت ست مرات في القرآن يعتبر الذراع الأيمن للمجرم فرعون وكم من هامانات في التاريخ تاريخنا الحديث وتاريخنا القديم وسبحان الضائر عظيم الهامان هذا لما اطلعت على الكتب المقدسة قبل القرآن لم أجد له ذكرى فتعجبت كيف أن التوراة لم تذكر الشخصية هامان والإنجيل لم يذكر الشخصية هامان يعني قال إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خطئين نري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون فالمهم في العصر الحديث رجل يسمى شامبليون جاء مع الحملة الفرنسية إلى مصر واكتشف أثناء هذه الحملة حجر رشيد ما هو حجر رشيد؟ موجود في المتحف البريطاني والمتحف المصري الحجر هذا مقسوم إلى قسمين قسم باللغة اليونانية وقسم باللغة الهيرولوفية القديمة فكان الناس لا يعرفون اللغة الهيرولوفية فلما ترجم إلى اليونانية واكتشف شامبليون حجر رشيد اطلع العالم على الحروف الأبجدية للهيرولوفية فلما اطلعت على قضية الوزراء عند الفراعنة أيام الحقبة الموسوية يعني سيدنا موسى وجدت أن هامان كان وزيرا للقلاع والإنشاءات يعني تقدر تقول كده وزير التعمير يا هامان أوقد لي على الطين صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات والأرض حتى أطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبة هذه قضية تقطع بثبوت القرآن وأنه كلام الله ما الذي يعني علماء الأثار في بعض البلاد الأوروبية لما أسلموا وسوئلوا عن سبب إسلام قال ما الذي عرف محمدا الذي كان أميا لا يقرأ تاريخ الفراعنة أن هامان هذا كان وزيرا للإنشاءات ووزيرا للقلاع والحصون يبنيها مهندس إنشاءات يعني وزير إنشاءات عند فرعون فكيف لمحمد أن يعرف هذا إلا أن هذا كرام الرب كما يقول للغرب هذا كرام الله سبحانه وتعالى هذا صدق القرآن سبحانه وتعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ما الذي سبحانه الله الروم سبحانه الله غلبها الفرس الأول الفرس عبدت نار والروم أهل كتاب وبعدين سخر المشركون في مكة من أبي بكر في بداية الدعوة أصحاب الأهل كتاب اللي زيكم ومنوا بالإنجيل والقرآن هزموا وهزمهم عبدت النار كما نعبد نحض الأصدام هكذا يقول المشركون لأبي بكر فأبو بكر رضي الله عنه لما نازلت الآيات سورة الروم راهنا المشركين كانت الرهان لسه ليس حراما لسه لم يحرم بعد الآن أراهنكم على مئة من الإبل أن الروم سوف تغرب الفرس في بضع سنين الدول الكبرى عندما تهزم لا تستطيع أن تنتصر إلى بعد مرور جيل كامل يعني الحرب العالمية الأولى 1918 انتهت الحرب العالمية الثانية 1939 بدأت يعني عشرات السنين حتى تصير الحروب الكبرى فارس والروم كانوا هما قطبة الرحى في هذا الوقت سبحانه لأن كان العالم كله لا بد أن يطير بجناحي حضارتين الرومان والإغريق في وقت سبحان الله العظيم الفراعنة والحضارة الهندية أو الأشهرية أو البابلية في وقت سبحان الله في العصر الحديث كانت الأمريكا والاتحاد السوفيتي في وقت لم يقود الحضارة جناح واحد إلا أيام عظمة الإستاذ لما نزلت إقرأ وصار للمسلمين دولة هذه قادة الحضارة سبحان الله وأنا أقول أن الإنسان المؤمن إنسان يرصد التاريخ فأنا أقول أن سبحان الله لما نزلت الآية الكريمة أو السورة الكريمة ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون إذن وقد انتصر الروم على الفرصة فعلا في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد وإذن يفرح المؤمنون بنصر الله في الآخر النهاية والنصر لمن يقول لا إله إلا الله محمد الرسول الله سبحان الله العظيم أنا أريد أن أقول إقرأوا القرآن بتدبر بتدبر وبتماعه وادرسون من كل النواح النواحي التاريخية والنواحي الدجورفية والنواحي الإعجازية من إعجاز اللغة من إعجاز البياني من إعجاز التشريع من إن الإعجاز العلمي من إعجاز الكتابة نفسها المصحف العوثماني نفسه سبحان الله كل هذه وسائل إعجاز في كتاب الله سبحانه وتعالى لو تدبر الإنسان يجد سبحان الله العظيم أن كلام الله عز وجل سبحان الله يعني الفرق بين كلام الله وكلام خلقه كالفرق بين الله وبين خلقه يعني كي أخذ في لحظات ثواني قبل أن تنتهي حلقتي معكم نحن نعرف اللغة أن الجسد يعني جسم تمام كلنا أعرف هذا لكن القرآن لا هذا ليس يعني يعني الكلام القرآني واللفظ القرآني أن الجسد شيء والجسم شيء آخر تعجب أنت هو الجسد والجسم لا الجسد يطلق على الهيكل الذي لا روح فيه الهيكل الذي لا لما موسى السامري جمع سبحان الله العظيم الذهب من اليهود لا إله إلا الله وعمل لهم عجل أخرج لهم عجلا جسدا له خوار هذا الجسد سبحان الله جسد يعني لا روح فيه ولا حياة فيه هكذا يطلق الجسد سبحان الله ألقينه على كرسيه جسدا سبحان الله لا روح فيه لا حياة فيه لا تحرك أما الجسم سبحان الله العظيم الذي فيه الحياة وأاته بسططا في العلم والجسم سبحان الله تعجبك أجسامه وهي يقول تسمع لي قولهم سبحان الله الجسد أو الجسم الحياة الكيان الذي فيه حياة وفيه روح وفيه حركة سبحان الله العظيم هذه مجلولات القرآن وعظمة القرآن وبلاغة القرآن وألفاظ القرآن فأن لنا نحن أو متى نؤوب إلى كتاب الله لنقرأه قراءة جديدة ونتدبر فيه تدبرا وسبحان الله العظيم نعيش مع جمال هذا القرآن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وإياكم وأن يعلمنا وإياكم وأن يعرفنا وإياكم كتاب ربنا حتى نفقها فيه ونفقها به نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبدالله الجفال الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة لك النفس وما سواها أكرمها ربي وهداها فيها أسرار لا تحصى عقلك بالإعجاز يراها تبحر في الآيات وتسمو والقلب يسامر نجواها تبحر في الآيات وتسمو والقلب يسامر نجواها قرهانك بالذكر تجلى أحرسها من زيف هواها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر